شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة اتباع أحدث الأسليب العلمية في تطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه وخلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وجه الرئيس بالتركيز على العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن وزير البترول عرض خلال الاجتماع تطورات الانتاج بحق لذور للغاز الطبيعي ومستجدات تنفيذ خطط إعادة هيكلة وتطوير قطاع البترول وذلك بهدف رفع مستويات أداء الكوادر البشرية وتحسين أدائهم وطعظيم مساهمة القطاع في عملية التنمية خلال الاجتماع وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات التكرير بهدف تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك كذلك توفير المنتجات البترولية من خلال معامل التكرير المحلية وذلك بإضافة مشروعات جديدة للتكرير ووحدات انتاجية في عدد من المحافظات وذلك في محافظة الإسكندرية وأسيوت والسويس بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لموارد مصر من الثروة البترولية كما واجه رئيس السيسي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لتطوير حقل ذهر ومعدلات انتاجه بعد وصوله حاليا لمعدلات انتاج ملياري قدم مكعب يوميا وذلك بهدف الوصول للطاقة الانتاجية القصوى للحق مواجهة سيادته وزارة البترول والجهات التابعة لها هذا وأشار المتحدث باسم الرئاسة بأن الملة أوضح أن قطاع البترول مسلمر في طرح المزايدات العالمية وتوقيع اتفاقية جديدة في مختلف المناطق لتنمية موارد مصر من البترول والغاز واستثمار اكتشاف ثرواتها الكامنة فضلا عن تطوير معامل التكرير ومصانع البترو كيميويات لزيادة كفاءة التشغيل ورفع جودة المنتجات البترولية وتعظيم ما تحققه من قيمة مضافة من الثروات البترولية ترجمة نانسي قنقر